انا مش عارفة اعمل ايه انا محتاجة حد يساعدني انا كنت مخطوبة لو احب بقالنا السنة وسبني عشان واحدة تانية ودلوقتي راجع ندمان وعايزني اديره فرصة وانا ايسا بحبه ارجاله ولا لا طبعا لو هي بتحبه بصي لو هي مش بتحبه سابها عشان واحدة تانية مظبوط هقولك بقى مش انت جبتني راجل يتكلم ديني بقى فرصة دلوقتي احنا الراجل غير الست احنا نكلمل في حاجات ده في حلقات كتير قوي اوكي الراجل عنده دوافع ساعات بتخليه يغلط اوكي والست كمان عندها دوافع تخليه يغلط دوافع الراجل بالنهاية تغلط انه يفكر في ستة تانية وحاجات كده وده وحش جدا ومرفوض تماما لكن لازم يكون عندنا فكرة انه التسامح ان احنا بنسامح لو انت مش بتحبيني وقولك انا اعاسف كل الكلام ده خلاص بقى ملاحش لازمة بس لو هي بتحبه لسه الشريف هو مدس على صباعي عشان اصامحه كلام مزبوط هو سبني وقصر مشاعري عشان يروح لوحدة تانية لو كان انا سبته عشان واحد تاني ورجعت له وردته سامحني كان هيقبل مؤلمة جيت دانيا رادو كان هيقبل لو كان بيحبك مش هي انت قلت كيس ايه كيدي كده هي قالت لسه بتحبه ولا لا هي لسه بتحبه اوكي يعني انت بالعلم ترجع لازم يحصل حاجتين وان لازم يتاك رسبونسابيليتي اللي هو عمله لازم يبقى مسؤول عن الخطأ اللي هو عمله وده لازم يعتذر له نمرة اتنين لازم هي تقبل الايه ومجرد الاعتذار فقد يكفي احجيرك اهو تانية احجيرك حاجتين نمرة واحد الاعتذار هي لازم تقبله نمرة اتنين اتبع الوعد الوعد لازم اوعدك انه من هنا انا اتأكد ان انت الاغلى لان دي خلي بالك فيها بعض الميزات وهي مؤلمة بس فيها بعض الميزات لما حد بيرجع بره بيطلع بره ويرجع تاني ده معناه انه شايف فاليو فظيعة في البنت دي طب والضمانات ما فيش ضمانات في ولا حاجة في الجواز خالص مدى الحياة طب وايه الضمان هو مش حام فيها كده تاني اثناء الخطوبة مش بتكلم على الزواج ويسيبها يروح لواحد تاني اعلني بقولك اي حاجة فيها ريليشنشيبس فيها زيرو جارانتي مهما كنتو بتحبه بعض الضمان صفر الضمان صفر في اي حلاقة بالعلاقات طيب هو الشيف يقول ترجعي انا بقول لا ما يترجعيش لانه هم مدس على سبوعك بس انا قلت ترجعي بشارتين اي هم انا معاك ماشي تحر احنا هم ده عميهم الرأيين والبنت حرة يعني واحد تتأسف اتنين يا وعد يا وعد ده يعني انا بالنسبة لها انا بس اه طبعا احنا برح هو وهي